بمناسبة ذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس انتقادات لاسعة للجزائر بشأن ملف الصحراء الغربية مؤكدا في الوقت ذاته استثمار عائدات هذه المنطقة لصالح سكانها واتهم العاهل المغربي الجزائر بترك سكان مخيمات تندوف الصحراويين وترك الصحراويين في وضعية مأساوية وغير إنسانية كما أكد حرصه على تمكين أبناء الصحراء من الوسائل اللازمة لتدبير شؤونهم وإبراز قدراتهم في النهوض بتنمية المنطقة كما أعلن العاهل المغربي عن مجموعة من المشاريع كتحلية مياه البحر وإقامة وحدات ومناطق صناعية